قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم ممثلة إسبانيا زوجة حكيم تمر بفترة صعبة بسبب زوجها بلاغ عجل وفض رسمي من أمريكا يقوم بزيارة خاصة للصحراء المغربية لهذا السبب ناصر بوريطا يؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص القضية الفلسطينية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار ممثلة إسبانيا زوجة حكيم تمر بفترة صعبة بسبب زوجها كشفت الإسبانيا كلارا لاغو صديقة الممثلة التونسية هبا عبوك زوجة الدولية المغربية أشرف حكيمية أن هذه الأخيرة تمر بفترة صعبة جراء المشكل الذي يواجهه زوجها وأشارت صحيفة أوكيدياريو الإسبانيا أن كلارا لاغو أكدت في تصريحات خلال حضورها لحفل جوائز اتحاد الممثلين الذي أقيم في مدريد أكدت أن صديقتها التونسية حزينة جدا ومنعزلة منذ اتهام زوجها باغتصاب شبات عشرينية بمنزله بباريس وأوضحت الصحيفة أن هبا عبوك أصبحت تزفاد الخروج ولقاء أصدقائها بسبب المشكلة التي تورط فيه زوجها كما تتجنب الخوض في تفاصيل القضية أو الحديث عنها من جهتها أبرزت محامية الدولة المغربية حقيقة معه من مغادرة الأراضي الفرنسية بسبب اتهامه بالاغتصاب موشرة إلى أن كل ما يرجو بهذا الموضوع لا أساس له من الصحة يشار إلى أن أشرف حكيمي تجنب التعليق على القضية المتابع فيها وفضل تركيز على مبارياته وتداريبها رفقة نادي باريسان جرمان الذي أعلن تقامه دعمه له عجل وفض رسمي من أمريكا يقوم بزيارات خاصة للصحراء المغربية لهذا السبب اطلع وفض من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة عمل للمغرب من الثالث عشر إلى السابع عشر من ماريس الجارية على دينامية التنمية التي تشهدها جهة الدخل ودهب كما التقى بعدد من المسؤولين المحليين وزار عدة وحدات صناعية وخلال زيارته للجهة التقل وفض الأمريكي المكون من سيلفيا غارسيا من ولاية تكساس وأدريانو إسبايات من نيويورك وصالدو كربخال من ولاية كاليفرنيا التقى بعامل إقليم ودي الدهب لامين بن معمر ونائب رئيس مجلس جهة الدخل ودي الدهب بوتالنباركي بحضور منتخبين محليين وشكلت هذه اللقاءات فرصة بنسبة الوفد الأمريكي للتعرف على أوجه التقدم الكبير الذي تحقق في الجهة وكذل برامج التنموية الجارية فضلا عن المساهمة الفعالة للنساء والشباب بالجهة في السياسة المحلية وتدبير الشؤون العمومية كما تم تسليط الضوء على الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها الجهة كبوابة للمملكة المغربية نحو عمقها الإفريقية وكذل فرص الأعمال والاستثمار وخاصة في مجالة الفلاح والصيد البحرية والسياحة وتربية الأحياء المائية والطاقات المتجددة وكذل واقع الإيجابي للميناء الجديد الذي يوجد قيد الإنشاء والذي سيجعل من الجهة مركزا اقتصاديا حقيقيا بالنسبة لغرب إفريقيا واطلع الوفد الأمريكي أيضا على التقدم المحرز في مجال تنمية هذه الجهة خصوصا فيما يتعلق ببرامج التعاون الأمريكي الجارية في إطار مبادرة اشتركة الشرق أوسطي المخصص للمغرب وكذل مبادرات المتخدة في القطاعات الاجتماعية الحيوية لا سيما الصحة والتعليم وفي عقب هذه اللقاءات أبرز عضو الكونغرس الأمريكي أدريانو إسبايات في تصريح صحفي أن زيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى جهة الدخل ودي الدهب أتحت لهم التعرف عن كتب على أوجه تقدم المحرز في الجهة في مختلف الميادين وتطلعات المسؤولين المحليين لتنميتها في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وعلى إطار لقاءتهم مع المسؤولين المحليين قام أعضاء الوفد الأمريكي بالزيارات الميدانية للعديد من المشاريع المنجزة حيث لاحظ عن كتب الجهود المبدول من أجل ضمان تنمية شاملة ومندمجة للجهة وفي هذا الإطار الزر الوفد وحدة معالجة الأسماك التي تعد جزءا من مشاريع التنمية السوسي اقتصادية المنجزة خلال السنوات الأخيرة في الجهة والتي تساهم في ازدهارها كما قام بزيارة لمركز الصناعة التقليدية دار الصانعة التي يساهم في تمكين النساء الجهة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي واطلع الوفد أيضا خلال الزيارة على غينة وراته والثقافة الحسانية كجزءين لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة وخلال زيارتهم للمملكة اجتمع أعداء الوفد الأمريكية برئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس مجلس النواب راشد الطالب العالمي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا كما ظهروا مدن الرباط وطنجة والدار البيضاء ناصر بوريطا يؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص القضية الفلسطينية جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا بن واكشوت التأكيد على أن المملكة المغربية وفد لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات متلاحقة تؤكد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية العادلة وعلى موقفها التابت والراسخ منها وقال بوريطا في كلمة خلال الاجتماع التاسع والاربعين لمجلس وزراء خارجية منظمه التعاون الاسلامي بالنسبة للمملكة المغربية التي ترأس عاهلها صاحب الجلل الملك محمد السادس لجنة القدس فإن القضية الفلسطينية تمثل إحدى الأولويات السياسة الخارجية للمملكة والعنوان الأبرز للعمل السياسي والديبلوماسي والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها المغرب تحت قيادة جلالتها من أجل نصرة الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني والدفاع عن مدينة القدس وصيانة طابعها الدين ووضعها القانونية وهوية التاريخية والحضارية وكد العمل على تحسين الظروف الحياتية للساكنة المقدسية عبر وكالة بيت مال القدس الشريف الدراع التنفيذي للجنة القدس وأكد أن المغرب وفضل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات متلاحقة يعتبر القضية الفلسطينية تحديا حقيقيا أما منظومة العمل الإسلامي المشارك يستوجب المزيد من تكتف الجهود لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف الوصول إلى تسوية عدلة وشاملة وأضف الوزير أن هذا لن يتأتى إلا بالتبني رؤية واقعية وتصور براغماتي وفي سياق جهد جماعي مشارك وخطاب موحد ينأى عن المزايدة العقيمة والتوظيف السياسي المقيت الذي من شأنه الإدرار بالقضية الفلسطينية بدل خدمتها وبعد أن ذكر بشعار هذه الدورة الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار أبرز السيد بوريت أن المملكة المغربية اختارت منذ نشأتها طريقة الوسطية والاعتدال وجعلت منه نبرسا ينير توجهاتها ووضعت بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس على ضوء ذلك منذ 2003 استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد أتبتت نجاعتها في مواجهة الإرهاب والتطرف وبرز أن المغرب صارع إلى وضع تجربته رهن إشارة الدول الشقيقة والصديقة خاصة في إفريقيا وصخر لذلك مؤسسين مهتمتين تساهمان في تعزيز الأمن الروحي ومكافعة الفكر المتطرف في إفريقيا وهم مؤسسة محمد السادس للعلماء والأفارقة التي تتواجد في أكثر من 32 دولة إفريقية ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات والذي فتح أبوابه في وجه أشقائنا في إفريقيا عامة ودول الساحل خاصة